تشرفت بهذا اللقاء الثري مع سيادة رئيس قيس عيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة وتسلم مني رسالة من أخيه الرئيس عبد المجد تبون كلها مودة وإخاة وتأكيد على ما سبقه أن اتفق الرئيسين بشأنها من أعمال مشتركة من دفع للتعاون بين البلدين الشقيقين وتكثيف التنسيق وتشاور في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل ما تعلمون لقد شاركت تونس الشقيقة في إنجاح القمة العربية بجزائر فأنا شاكرته فخبت الرئيس على هذه المساهمة القيمة كما نقشت مع سيادته بعض الأفكار المرتبطة بتنفيذ بعض القرارات الأساسية في مخرجات قمة الجزائر سيما ما يتعلق بنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال أحقاق حقوقه غير قابلة للتصرف وكذلك تمسك بلدينا بمبادرة السلام العربية فنحن كلنا عزم على مواصلة العمل والتنسيق كبلدين شقيقين تربطنا علاقات تاريخية مصالح متقاسمة وتربطنا كذلك أعمال واعدة في مستقبل بلدينا والأمة التي ننتمي إليها مغاربياً عربياً ودولياً ترجمة نانسي قنقر